نصائح عند ذهابك لشراء الباب غوات والطيور في البداية سنسعد باشتراكك في القناة وإعجابك وتعليقك أطرق تعليقك وسؤالك وسوف نقوم بالرد عليه في أسرع وقت نصائح عند ذهابك لشراء الباب غوات إذا أردت أن تشتري الباب غوات فيجب عليك أن تحدد أولا هل تريد الباب غاء للتفريخ والإنتاج أم تريد الباب غاء للتدريب والكلام فإذا كنت تريد الباب غاء للتفريخ والإنتاج فيمكنك أن تشتري الباب غاء غير المدرب والذي لم يتم تأكيله تأكيلا يدويا فذلك يكون جيدا في الإنتاج والتفريخ إلا أنه كثير الخوف وكثير الفزع عند رؤية الإنسان أما إذا كنت تريد الباب غاء للتدريب ولكي يكون عنده القدرة على الكلام فعليك أن تشتري الباب غاء المدرب عليك أن تشتري الباب غاء الذي تم تأكيله تأكيلا يدويا انتبه فإن الباب غاء الذي لم يتم تأكيله تأكيلا يدويا من الصعب عليك جدا أن تقوم بتدريبه وتوليفه لذا فإن الباب غوات التي يتم تأكيلها تأكيلا يدويا تكون مرتفعة الثمن عن الباب غوات والفروخ التي تم أكلها وتم تربيتها عن طريق الوالدين وتم تأكيلها عن طريق الأبوين لذا إذا أردت باب غاء يكون في يدك كالعجين ويكون أكثر ألفة فعليك أن تشتري الباب غاء الذي تم تأكيله تأكيلا يدويا حيث أنه يكون شديد التعلق بالإنسان وشديد التعلق بصاحبه ويأمن من الإنسان ولا يخاف أبدا ولكن هل يمكن للباب غاء الذي لم يتم تأكيله تأكيلا يدويا أن يصبح أكثر ألفة؟ بالطبع يا أحبابي من الممكن جدا من الممكن ترويض الباب غاء لكن هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا ويجب أن يكون الباب غاء بعمر صغير يعني من عمر شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر حتى يتم ترويضه بسهولة ومع تقدم الباب غاء في السن فإنه يصعب عليك ترويضه وتدريبه وبعض الباب غوات لا يمكن ترويضها أبدا وعليك أن تنتبه جيدا فإن باب غاء الضرة المطوقة يصعب ترويضه جدا لأنه من الباب غوات العنيدة يصعب عليك ترويضه لذا من الأفضل أن تشتري هذا الباب غاء الذي تم تأكيله تأكيلا يدويا أما الباب غاء الوحشي الذي تم اصطياده من الطبيعة فيكاد يكون من الصعب بل قد يصل إلى المستحيل ترويضه وتدريبه والأمر يرجع إلى المدرب ويحتاج الأمر إلى معاناة طويلة وإلى تعب طويل هناك بعض الناس يرددون هذه العبارة وهي أنني من الممكن أن أدرب الباب غاء في ساعة واحدة وأن يتم ترويضه إن هذا الكلام ما هو إلا أكاذيب احضر وأنت تشتري الباب غاء فعليك أن لا تشتري باب غاء الصيد الذي حصلنا عليه عن طريق الصيد وعليك أن تشتري الباب غاء الذي تم تفريخه في القفص ويعرف الباب غاء الذي تم تفريخه في القفص بلبس الدبلة أو بهدوئه نسبيا وعليك أخي الكريم أيضا أن تنظر إلى ريش الباب غاء فباب غاء الصيد يكون أكثر اتساخا ويظهر عليه الإجهاد الشديد كما يظهر عليه الإضطراب الشديد جدا احضر ولا تشتري باب غاء الصيد مهما كان رخيص الثمن وعليك أخي الكريم أن تنظر جيدا عند ذهابك لشراء الباب غوات والطيور أن تنظر إلى المكان المناسب وأن تختار الباب غاء من مصدر موثوق ومن محل موثوق أو أن تشتري الباب غاء عن طريق الإنترنت من شخص تثق فيه عليك أن تنتبه جيدا عند ذهابك لشراء الباب غوات أن تميز بين الذكر والأنثى إذا كنت تريد الباب غاء للتفريخ والإنتاج فعليك أن تشتري الذكر والأنثى بتحليل الحمض النووي أو أن يكون عندك خبرة للتفريقة بين الذكر والأنثى فإذا كان الذكر بالغا فإنه يظهر له الطوق على رقبته كما في باب غاء الدرة الهندية أو الدرة المطوقة أما بعض الباب غوات مثل الكاسكو فتحتاج إلى تحليل الحمض النووي احضر لأن البائعة قد يبيع لك الذكر على أنه أنثى أو يبيع لك الأنثى على أنها ذكر لذا يجب عليك أن تشتري الباب غوات من مصدر موثوق وأن يكون عندك خبرة وأن تسأل أهل الخبرة قبل أن تشتري الباب غوات حتى لا تندم وحتى لا تعرض نفسك للقصارة إذا ما أردت أن تشتري الباب غوات للتدريب والكلام فيفضل أن تشتري الذكر لأن الذكر في الدرة المطوقة يتمتع بجماله كما أنه يتمتع بالقدرة على الكلام أكثر من الأنثى الأنثى تتكلم؟ نعم الأنثى تتكلم ولكن الذكر هو الأكثر وهو الأفصح وعنده قدرة وطلاقة على الكلام أكثر من الأنثى كما أنه يفضل في باب غاء الكاسكو أن تشتري الذكر لأن الأنثى تتعرض إلى هرمونات كثيرة وتصاب بحالات نفسية وقد تتعرض إلى نتف الريش هذا في بعض الحالات لذا يقول الخبراء أن الأفضل في الكاسكو أن تشتري الذكر فعنده قدرة على الذكاء أعلى وعنده قدرة على الكلام أكثر وعنده قوة على تحمل الأمراض النفسية يمكنك التواصل معنا عبر الواتس ويمكنك كذلك التواصل عبر الفيسبوك وفي نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا بكل ما قدمناه لكم من معلومات ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا أو سؤالا وسوف نقوم بالرد عليه ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته